مرحبا برج الجدي اهلا فيكم. على الاغلب هذا الشخص نبتدي باسمه. في اسمه حرف الجيم او الحق او الفاق. هذا شخص جدا هادئ. قاعد احسي هني بطبيعة او طاقة الابراج المائية. على الاغلب برج الحوت. ممكن ايضا نكون السرطان شخص جدا هادئ وحساس وسريع شديد الملاحظة. حساس لمحيطة. فهذا لا تنسون هذه الطاقة او طبيعة الابراج المائية او الهوائية. اندل. ننتقل الى وقت اللقاء. حين ببتدي اكشف لكم عن اسرار اللقاء بينكم. وقت اللقاء في هذا الكرت. هذا هو شهر عشرة شهر اكتوبر. شهر عشرة شهر اكتوبر. ولكن ايضا احتمال كبير امامي ان وقت اللقاء رح يكون في موسم ديني او في موسم فيه مناسبات واحتفالات خاصة فيكم. يعني اذا كنتو مسلمين رح يكون في وقت تحتفلون فيه احتفال ديني كبير. في وقت شهر رمضان. في وقت الاعياد. عيد الفطر وعيد الاضحى عندنا. اذا كنتو مثلا مسيحيين بيكون وقت لكريسماس نهاية السنة. انا ها ذكرت العجلة يوضح لنا نهاية شيء معين او بداية حدث ديني. حدث اجتماعي كبير عندكم. ممكن يكون في شهر رمضان. ممكن يكون في شهر محرم. هاي ايضا الطاقة تنطبق علي النهني. ولا تنسون مو فقط شهر عشرة حتى تاريخ عشرة رح يكون لدي دلالة معينة على الالتقاء بينك وبين هذا الشخص. الشهر رح يكون الالتقاء. حين بابتدي لكم. الجزء الثاني ننتقل الى مكان اللقاء. مكان اللقاء هو بيكون هذا الشخص. موجود. قبل ما انتصل الى هذا المكان. هو بيكون واقف ينتظر. قاعد اشوفه. ينتظر احتمال مع احد اصحابه. مع احد معارفه. قاعد ينتظر في مكان. امام. ينتظر في صف او في طابور. اوكي. ينتظر شيء وانت تأتي. انت تأتي وتنظم الى هذا الصف وهذا الطابور. ممكن يكون صف الى مطعم. صف الى تنتظرون خدمة معينة. تنتظرون ان تقدمون او تدخلون مكان معين. مكان فيه تفتيش. قبل ان تدخلون الى مثلا مكان مقدس. مثل الحج. مثل وين بعد عندنا. مكان فيه شعائر مقدسة. هذا هي الدلالة الكبيرة. ولكن هو ما راح للاغلب يكون الوحدة. راح يكون معا احد. هزين؟ يكون معا احد. ويلاحظك انت. ورجل جدي. ننتقل الحين الى طبيعتك انت. هذا الشخص راح يلاحظك اسرع ما انت تلاحظه. واحتمال كبير انه راح يحاول ان يساعدك. يمدلك يد العون. يمكن حتى يعرض عليك انه تأخذ مكانه في الصف او تتقدم عليه في في مكانه في الطابور. يفسح لك المجال ان انت تفضل قبلي. اوكي. هذا هي طبيعة اللقاء بينكم. دعنا نشوف مواصفاته الشكلية. برج الجدي. هذا الشخص راح يعجبكم. راح شكله راح يجذبكم. انتو مو اي شكل يجذبكم برج الجدي. انتو لازم تحسون ان الشخص يدخل الى خاطركم. لما اتكلم عن الانجذب ما اتكلم فقط عن الجمال. برج الجدي مو من الابراج اللي ينجذب الى الاشخاص فقط على اساس الجمال. السابحي. برج الجدي ينجذب لما يحس ان الشخص اللي امامه فعلا يفهمه. وفعلا يتفق معه. وفعلا يدعمه. وهذا هي الطبيعة اللي قاعدة احسها منا. لان هذا الشخص شكله. مو فقط شكله. شكله وطاقته. وقفته. تعاونه. انا ايضا راحظت برج الجدي انه دائما يميل ويحب الشخص اللي يضعه او اولا. اللي يبديه اولا. وفعلا هذي بتكون طريقة اللقاء. شكله. هذا الشخص. اسمر البشرة. اسمر مو غامق. لا. اسمر بما معنى السمارة الطبيعية. السمارة الحنطية. هذا الدرجة. اوكي. ام رشيق طويل. جسم رياضي. لان اصلا هني شفنا في مهنته او طبيعة عمله شي خص الرياضة. فجسم جدا رشيق. يميل الى الطول. يعني بيكون اقل شي متوسط الطول. ولكن على الاغلب يميل الى الطول. يعني لما اقول هالشيء. امية وسبعين سانتيفة ما فوق. رشيق القامة. ملابسه سمارت كاجول. شلون يعني? لما اقول سمارت الكاجول معناته انه ما يفضل ارتداء الملابس التقليدية. يفضل الجينس. مع شيرك خفيف. ام. وايضا يحب انه يلبس الملابس المحايدة. الاسود الكحلي. الرصاصي. الابيض. الالوان اللي ما تكون غريبة او شادة. ايضا برج الجدي. نرجع لك انت. كل شيء قاعد يعكس على طاقتك انت. انت تحب الشخص اللي يكون مهتم في حاله ومرتب. نفس الوقت مو شاد كثيرا عن او مبالغ حتى في الاهتمام بنفسه. وهذا هو هذا الشخص. قاعدة هنا الاحظ وجنتينه. واشوف وجنتينه بشكل صافي. بشرته صافية. بما معناه هذا الشخص غير ملتحي. ولو كان ملتحي بتكون لحيته جدا خفيفة. انا قاعدة اشوف بشرته عن قرب. قاعدة احس فيها اوكي. هذه هي طاقة الاستقطاب. ملامحه تميل الى انها تكون رجولية اكثر من انها هي كيوت. ملامح شوي رسمية. شلان يعني ملامح رسمية. ملامح رجل. يميل الى ان يكون وسيم اكثر من انه يكون جميل. اتمنى اني وصلت المعلومة بشكل صحيح. ولكن اكثر ما راح يجذبكم له. هو اهتمامه بشكله. احب يروح المكان وهو مرتب. ولابس ملابس مهندمه. ورشاقته. نوعا ما فت هذا الشخص. يعني مكفير العضلات. لا. طويل. خلا نشوف اطباع. حتى في اطباعه وطبيعة عمله. انت يا برج الجدي راح تلاقي نفسك مع هذا الشخص. بقولك ليش. هذا الشخص مثلك طموح. مجتهد. انت طموح اكثر منه. لكن هو مجتهد يمكن اكثر منك. يعمل كثيرا ويعمل بدون راحة. جدا جدا مجتهد او عليه مسئوليات كثيرة لدرجة انه اظهر انه يكون مجتهد. يقوم بمسئوليات في البيت. يقوم بمسئوليات يساعد فيها اهله. عنده دراسة. وعنده عمل. وعنده ايضا هواية. حتى الهواية قاعدة تضيف له مدخول مادي. فهذا شخص يعجب برج الجدي. هذا شخص راح يلفد انت بواه برج الجدي. هذا شخص امرأة برج الجدي راح تحبه. راح تميل اليه. راح تعجب فيه. مو تعجب فقط بشكله. وهذا اللي قاعدة احاولني اوصله في القراءة. راح تعجب فيه انت كشخص. انه ما شاء الله عليه قاعد. اه مثلا قاعد ايضا تأتيني طاقة انه هو من فترة طويلة يمكن قطع عن الدراسة. او لم يكمل دراسة لان نفطر انه يعمل. او بسرعة رغب انه يعمل. طبيعة عماله على الاغلب شيء خص الرياضة. ممكن يكون لاعب كرة ممكن يكون لاعب محترف سابق او كان يلعب في فترة سابقة في نادي معين. اوكي ولكن الان قاعد يبدل وقت اكثر انه مو في هوايته وانما يدرس ويعمل. يدرس ويعمل جدا مشتهد. وقدر يوفي كل الالتزامات في كل الجوانب. حوايته والرياضة ودراسته. احتمال حتى قاعد يفكر هنا انه يفتح مشروع ومشروعه متعلق بمجال خبرته وهي الرياضة او الفتنس او اي شيء متعلق بالرياضة عن قريب او عن بعيد. عرفت؟ ممكن يكون شخص لاعب لعب في فترة في نادي من النوادي والحين قاعد يحاول انه يتعمق في انه يفتح له صالة رياضية او مشروع عنده عنده قاعد يعمل بجهد ويوفر الاموال عشان يفتح له نفسه مشروع في المستقبل يتعلق بمجال دراسته او هوايته. اوكي؟ ننتقل الحين الى اطباعه هاده شخص مجتهد اخبرتكم بهاده المعلومه صادق ما يحب اللف والدوران وما يحب يمكن هاده الطبع ما ادربه رجال جديه. لما يكون مركز على العمل اللي امامه رح يكون شوي ما يستطيع انه يوازن بين شيئين. يدرس وفي نفس الوقت يتصل فيك او يدرس. لا. وقت الدراسة دراسة. وقت العمل. العمل عنده تقسيم واضح. وقت الهواية هواية. ووقت الحب حب. ما يخربط الامور وما يخلط الامور مع بعض. وناجح في انه نعم يديرهم مع بعض وينجزهم مع بعض بس مو داخلين في بعض. اتمنى اني وصلت المعلومه بشكل صحيح. هذا الشخص دينيا معتدل. يميل الى التديون. ايه بس معتدل. يعني مو كثير الصلاة. ولكن يسوي مثلا الواجبات. وزيادة عليها شوية من المستحبات. اوكي. ولكن ما يرضى بالاشياء الخاطئة او الشاطئة في المجتمع. ما تعجب هذه الاشياء. وما يعجب الشذوذ عن الدين. العادات. التقاليد. انسان غير متحرر. اوكي. فهذه وجدا طموح. وانت برج الجدي راح تكون الشريك اللي اكثر طموحا في العلاقة او في الشراكة هذه. كأنما انت العقل المدبر وهو الشخص المنفذ. لان انت اكثر طموحا منه. هو نعم طموح. ولكن انت كأنك ايضا تسبق في هذا الشيء. او تشجعه اكثر ما هو يشجع نفسه. او تدعمه بالامل. انزل. في هذا الكرد هنا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. هذا شخص راح يكون جدا حذر معاك. انه ما يقترب منك او يفتح حتى مجال للعلاقة او لامور جانبية قبل الزواج. هذا شخص راح يحب انه يؤخر التعرف عليك بشكل شخصي. الى ان يتم على الاقل الخطبة الرسمية او قراءة الفاتحة. او التقدم بشكل رسمي. او هنا انه يصير في رابط ما بين اهله واهلك. خلاص دم اهله دخلوا بيت اهلك بشكل رسمي. اهني راح شوي شوي يسمح لنفسه انه يبتدي يتعرف عليك. لكن هذا شخص ما يسمح لنفسه انه بسرعة يتعمق في العلاقة حتى لو انت عطيت المجال برج الجديد. يريد شوف عنده اساسيات مبادئ دينية اخلاقية ما يحب انه يتخطاها. فهذا الشخص من قراءتي لطاقته هني راح يحب انه يتدرى جمعات. راح يحب انه ياخذ وقته و راح يحب انه يدخل الابواب من بيوتها. يعني احتمال لو انت التقيت فيه في اول فترة هو جدا مشغول. قاعدة اتشوف هو يتطاقه هني. راح ينتظر لما انه هو يستطيع انه يطرق الباب ويدخل البيت من بابه. بعدين راح تشوفه يسمح لنفسه انه يتقرب منك بشكل اكثر. وفي البداية هني قاعدة اشوف برج الجدي فيه تواصل قوي ما بين اهلك واهله قبل ما هو يتواصل معك بشكل مباشر. وحتى ما يحب انه يتكلم عن مشاعره كثيرا يحب ان يظهر مشاعره بافعاله بمعاملته. قاعدة اشوفه هني انه يحب ان يأخذك يحمل مسؤوليتك بشكل مبكر في العلاقة. يعني مثلا انت تحتاج الى شيء يروح يشتريه لك. اوكي انت تحتاج ان تذهب الى مكان. صار فيه خطبة بينكم يحب انه يأخذك ويوديك. يشيلك كمسؤولية. احنا نقول يتعبل فيك يعني يشيل مسؤوليتك. ياخذك معاه بالسيارة عشان انت تقضي حاجاتك. هذه هي نوع الاشياء اللي رح يقدمها لك هذا الشخص. اوكي لانه في احتمالات كثيرة. بعض الاشخاص رح يظهرون حبهم عن طريق المشاعر عن طريق الكلام عن طريق المحادثات الهاتفية. ولكن هذا الشخص قاعد اشوف طاقته طاقت افعال. اوكي طاقت زيارات طاقت انه يشوف انت شنو محتاج رح يجيبه لك. يشوف شنو نقصنك روح يساعدك فيه. هذه هي طاقته. خلي نشوف هنا اسرته ما هي الاسرة اللي يأتي منها. في اسرته احد الوالدين مسيطر. على الاغلب الام. الام شوي مسيطرة او متحكمة او خلي نقول. شيطانة انا اسميهم شياطين ما ادري. احنا نقول هاي الكلمة. لما الشخص يكون مهين في العشرة. ولكن اسرته عنده عدد لا بأس فيه من الاخوان. الاخوة بشكل عام. بنات وشباب. عددهم سبعة. ممكن يكون هو الثامن ممكن يكون هو السابع. ولكن عنده عدد محترم. اوكي. هو هذا ترتيبه في الاسرة ما قبل الاخير او في الوسط. ليس البكر وليس اخر العنقود. مقرب جدا من اخته الصغيرة. عند اخت صغيرة. جدا مقرب منها ويدللها. فتشوف شلون. دائما لاحظ. وصنده كان رجل. لاحظوا معي. لما تراقبون الشخص راقبوا شلون اعامل اهله. المقربين منا من الجنس الاخر. لو كان هو رجل شوف شلون يعمل خواته. شوف شلون يعمل امه. جدا حنون عليهم. جدا يلبي رغباتهم. جدا يعتمدون عليه في كل شيء. معنى هو ليس البكر ولكن هو الشخص اللي دائما يلجؤون اليه. عشان يوديهم ويجيبهم يقدلهم حاجاتهم. فبتشوف الشخص الذكي ينظر الى هاي سيراريو ويعرف ان طاقة مثل ما يعاملهم راح يعاملك. سواء كان جيدة وكان سيء. هذا الشخص جيد. وهذا علامة جيدة. علامة مبشرة. ولكن العلامات اللي احنا نرفض اننا ننظر لها قبل زواجنا لما يكون الشخص سيء الخلق مع اهله. واحنا نفكر انه راح يكون حبيب او كريم معانا. بالعادة ما يصير هذا الشيء. فتشوف اشلون هني جدا متعاون. يمكن حتى يكون الذراع الايمن لوالدة في المنزل. فهو الشخص اللي دائما يقضون فيه المشاوير او يعتمدون عليه داخل البيت. اللي بعده. خلنا نشوف عن سكنكم وعن حياتكم. دائما اذا بيكون في ارتباط ضروري نعرف وين راح تسكنون وين راح تعيشون على الاقل اول فترة ارتباط الزواج بينكم. هني قاعدة اشوف مسألة السكن شوف سبعة وثلاثة. من ندخل هالشخص بروحه طاقة جدا ممتازة. من ندخل شوي في طاقة اهله. نشوف الارقام عندنا في التارو تحولت الى فردية. وهذه علامة غير مبشرة ولكن هذي مش علامة ان الشيء مستحيل. علامة ان الشيء بيكون فيه صعوبات. الحياة بشكل عام فيها صعوبات. فهني السكن كأنما فيه اصرار او فيه رأي مهيمن من اهله ان اول فترة زواج اسكن معانا او اسكن قريب منا او اسكن في مكان مشترك. رح يكون لهم سيطرة عليه. لان لا يريدون ان هذا الشخص يخرج من تحت يدهم بسرعة او يفقدون او يخسرون او انت تستفرد فيه برج الجدي. في اول فترة زواج للامانة قاعدة اشوف كأنما طاقت سحب ودفع. سحب جر وسحب. عرفته؟ ولكن مع الوقت وبالذكاء انت تمتع بالذكاء ما ينقصك الذكاء. مع الوقت مع الابناء مع التفاهم مع التدريب لما اثنين نكون حياتنا نستطيع بعدين ان نستقل. بس اول فترة زواج اشوف ان احتمال راح يفسحون لكم مجال اهله ان تسكنون معاهم في مكان في قسم خاص فيكم. القسم ليس غرفة ممكن يكون غرفة مع صالون مع انتو بالكرامة حمام. فقسم صغير فيكم ولكن ليس منعزل عن اهله وليس مستقل عن اهله. يمكن اصلا الكثير حين قاعدين يسوون شذي لأسباب مادية او لأسباب ان لا يريدون ابناءهم يبتعدون عنهم. يخلون الشاب قبل ما انه حتى يرتبط من يصير في سن الارتباط يجهزون لقسم يبنون لقسم مخصص داخل منزلهم. عشان يحرصون انه خلاص القسم جاهز المكان جاهز عيشوا معانا في بداية حياتكم مع بعض راح يكون في نوع من التحدي من اهله. راح يكون صعوبة ان تخرجون من تحت جناح اهله. راح يظل خصوصا في اول الايام. جدا يسمع كلام اهله جدا يهتم لرأي اهله يسمع كلامهم. فهن الانتقال احرص انت بذكائك برج الجدي ان يكون انتقال خفيف شوي شوي مو مرة واحدة. مرة واحدة راح تسحب الحبل راح ينقطع امامك. شوي شوي مع السن مع السنوات تكبرون تتحمل اول فترة برج الجدي بعدين لما تقدر تستقل. لان بصراحة هذا شخص مواصفاته بروحه بعيد عن اهله. اهله شوي ما احب طاقتهم بس بعيد عن اهله هو شخص جدا ممتاز. هو رجل جدا ممتاز. هو شخص لا يدفوت. راح يكون رايحك في الحياة. ننتقل هنا الى اخر سؤال عندنا. وهو ماذا راح يجد او يحب او يعشق فيك برج الجدي. هذا شخص لا يستجيب للتهديد. لان اصلا طاقته مائية. لا يستجيب للتهديد. بالعكس اذا تهدده. اذا تضغط عليه. اذا تصير جاف معاه. لا مو الجفاف. اسحب كلامي. الجفاف ممكن يأتي معاه بنتيجة. ولكن الكلام. الكلام القاسي. المواجهة المباشرة مع هذا الشخص. راح تخليه خاف منك. ويفقد الثقة فيك. وحتى الاستعجال. الاستعجال. انه في بداية الزواج تريد انه تسيطر عليه. او تتفهم معاه بسرعة. او كل الامور تمشي عليه حسب رغبتك بسرعة. هذا الشخص يستجيب للحب. يستجيب للفدوء. يستجيب للصوت الهادئ. التعليمات القليلة. يعني مو تقعد طول اليوم تعطي تعليمات. اختار بعناية. كذا جملة. كذا شيء مهم عندك في هذا اليوم. تتفهم مع الشريك عليه. وتخبرهم فيه بشكل جدا هادئ. بشكل جدا مؤثر. هذا ايضا من النقاط والجوانب اللي انت استطيع ان تسيطر عليها برج الجدي وبسرعة. ولكن لا تدخل في طاقة المواجهة المباشرة. او فرض السيطرة السريع على حياته. لان حياته اللي زالوا فيها اهله بشكل واضح. انزين. هذا شخص شاب لامع. يعني عنده مستقبل رياضي. عنده مستقبل رح يكون مو بس في العمل الثابت. وهو بيكون مثلا عمل حكومي. او الوظيفة حتى في البزنس. حتى في المشاريع عنده مستقبل باهر. وفي الحب رح يكون جدا ايضا معاك يسبب لك الراحة. فمن اجل ذلك ضروري جدا ان تتفاهم معه. اوكي. خلنا انتقل الى هني. شنو الطاقة اللي هاي الشخص رح يستجيب لها في علاقتكم مع بعضه وارتبالتكم. طاقة التشجيع. طاقة الدعم. طاقة رح يعتمد عليك انت ان تعطيه ثقةه بنفسه. ان هو يأتي من بيئة ما اعتقد عطول كثير من الثقة بالنفس. نعم طموح بس مو شرط ثقةه بنفسه عالية. يعتمد عليك انت انت تكون الشخص الداعم له. الشخص اللي يثق فيه. الشخص اللي حتى هني يؤتمن على اسراره. الشخص اللي يفهم بالنظره. الشخص اللي يشجع اكثر انه والله انت تستطيع ان تحقق اكثر في الحياة. لان نشوف في النهاية. اذا شركك حقق افضل معناته انت رح تحقق افضل. انه غاية هذه شراكة. وقلتي هني بسحب اخر كرت حق نشوف من وين يأتي هذا الشخص. خل من منطقتكم او منطقة بعيدة عليكم. هذا الشخص على الاغلب برج الجدي من نفس منطقتكم. مو بعيد عليكم. مو شخص غريب او من عرق مختلف او من دين مختلف او مذهب مختلف. هذا شخص من نفس ثوبكم. مهما كان ثوبكم. اوكي. ما في معرفة مباشرة. نسب مباشر او علاقة حاليا موجودة قوية بين اهلك واهله. ما في علاقة. يعرفون بعضهم بالاسم ومن بعيد. ما في بينهم التقاء او صداقة. ولكن انتو كأنما من نفس المنطقة من نفس المذهب من نفس الولاية. هذه هي الطاقة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.